كله بسبب هالالتهابات الالتهابات هي تجمع الشوارد الحرة في داخل الخلايا في الجسم ككل وبتأدي لموت الخلايا الشوارد الحرة بدها مضادات الشوارد الحرة المعروفة زي الليمون فيتامين C زي زيت الزيتون مضادات الأكسدي زي البصر زي الثوم زي الفجل زي الكوركم زي الكوركمين زي التوتيات سواء الأزرق سواء الأحمر سواء الأبيض في أن الأكايد يحتوي على 80 ألف من قوة هذا المضاد للأكسدي التي تحسب في مكياس الأورق الأورق جاء من أكسجين كمية امتصاص هذه الشوارد الحرة فعنا الأكايباري هذا النوعي من التوت بيكون في 80 ألف كلما زادت كمية المضادات الأكسدي كلما كان مخفف للالتهاب ففي هاي الحالة في عنا شيء أقوى بكتير بيوصل الأورق لحد 3 ملايين وهذا الشيء موجود الجرعة الواحدة منه تعطي 3 ملايين بمكياس الأورق يعني قوتها مقارنة بالـ 80 ألف في أقوى توت موجود فإذا بنحكي عن 3 ملايين بكابسولة من الفطر الفطر اللي هو الجاكا فطر الجاكا فطر هاد يحتوي على 3 ملايين مضاد أكسدي قوي في هاي الحالة إذا تناولناها والمشكلة إنه بدنا نأخذ معلومات إضافية كتير كبن ما نتناول هيكي أدوية قوية في فعاليتها طبعا هي مصرح فيها كمكملات موجودة بالسوق فقط إنه لازم نحضر ونعرف كل المعلومات ومين ممكن يأخذها وكدش الجرعات وكم أسبوع نأخذها وشو المضاعفات الجانبية بالتفصيل لكل حالة وهذا هو وظيفتنا إنه نقدم لكم كل هاي المعلومات إن شاء الله في هالأسابيع القادمة اللي تستغلوا هذه المنشطات والمضادات للأكسدي مش بس مضادات للأكسدي مضادات للأكسدي هذا موضوع تاني بس الفوائد الجم الموجودة في الفتر الجاكة من تحسين الوظائف الدماغية ترجمة نانسي قنقر